في شأن المحلي شيعة مدينة تعز ظهر اليوم جثمان الشهيد البطل العقيد فيصل نصر مدهش والقيادة الميداني في جبهة تعز إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في عصيفرة وحضر التشييع قيادات عسكرية ومدنية وشعبية بارزة والكثير من المواطنين ومن محبي الشهيد ويعد الشهيد فيصل واحدا من أبطال الجيش الوطني والذي كان له دور بارز في مواجهة الانقلابيين الحوثيين منذ اطلاق المقاومة الشعبية في العام 2015 وسجل الشهيد حضورا في مختلف جبهات المدينة مدافعا عن الجمهورية وساعيا لكسر الحصار عن تعز وحاميا لسكان من إرهاب الميليشيا ودمويتها هذا يعتبر شهيد محافظة وليس شهيد أسراء أو بيته فهو شهيد مجتمع ناضل وقاتل من إقل هذه المحافظة وضحى بالغالي والنفيس فالأول الأخ ضحى بنفسه في البعرارة وهذا الثاني الذي ضحى بنفسه لم يكتسب أي شيء من هذه الدنيا غير العمل من إقل هذه الوطن اليوم نودع علما من إعلام تعز وبطر من أبطالها الميامين الذي كان لهم دورا كبير في صد هذه الميليشيات وكسر عنفانها فيصل نصر نعرفه منذ اللحظة الأولى وانطلاق المقاومة في البعرارة في عام 2015 في شهر أربعة كان له دور كبير فقد أخاه في البعرارة في ثبت قاسم ووصيب حين ذاك ثم ووصيب مرة أخرى وها هو الآن يترقل شهيدا بطلا عملاقا نحسبه كذلك ولا نزكع الله أحدا للشهيد الرحمة والخلود لقرحان الميامين الشفاء العاقل للميليشيات الانكسار والاندثار والانهزام بإذن الله عز وقل لسالة الميليشيات نقولها هؤلاء هم أبناء تعز هؤلاء من خضبوا تربة هذه المدينة الحالمة بدمائهم الزكية قرحى وشهداء يقولون لكم ستنتهي الميليشيات ستوزم ستنكسر ستندفن بإذن الله عز وقل بهمة وعزيمة أبناء اليمن الميامين في كل شبر ومترس وخندق ونفق في كل أرقى هذه الابناء الطيبة للميليشيات الانكسار والاندحار والشهداء الأبطال العزة والخلود والقلال بإذن الله عز وقل هذا الشهيد كل الناس سعرفه في القبهات حتى للمساكين والفقراء كان يقارع قبهتين هذه شهادة لله كان يقارع قبهتين قبهة الحوثي والقبهة الداخلية المتسلطين المتنفذين على الأراضي وخاصة أملاك الدولة والشاهد على ذلك حديقة السلامين فيصل رفض الملايين رفض الملايين ويسمع القاصي والداني من أجل أن تكون الأرض لأملاك الدولة أن تكون ثابتة ولا أحد يتقرأ عليها فرح له الأخ فيصل فسنرى ما سيكون قادما شكرا شكرا شكرا